وبمشاركة المنتخب المغرب أصودي الأطلس فخر الرياضة العربية والأفريقية والعالمية انتهت اليوم منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة على أراضي المصرية في نسختها الثانية عاصر لمسخة عام 2024 وعشرات عن نتائج كلها في صالح المنتخب المغربي أصودي الأطلس الناس اللي كانت بتقول إن المجموعة الثانية أصعب مجموعة في البطولة اللي بتضم كل من المنتخب السنغالي الأكثر تتويجا بالبطولة برشيد سبع ألقاب وأيضا الحاصل على لقب بطولة كاس الأمم الأفريقية الماضية 2023 للمرة الثالثة على التوالي النهاردة المنتخب السنغالي بينهزم أمام منتخب مورثانيا بنتيجة شقيلة خمس أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى الافتتاحية من تصفيات المجموعة الثانية ويعتبر نتيجة إيجابية في صالح أصودي الأطلس وعلى الجانب الآخر استطاع المنتخب المزنبيقي من الإطاحة بمنتخب نلاو بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث أهداف في طرق أيضا تصفيات المجموعة الثانية المجموعة الأولى اللي بيقع فيها منتخب أصودي الأطلس منتخبنا فقر العالم جميعا استطاع المنتخب المغربي من الفوج على تنزانيا في الجولة الافتتاحية بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث أهداف كما استطاع المنتخب المصر الفوج على منتخب غانا بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاث أهداف ليصبح ترتيب المجموعة الأولى اللي بتضم كل النين المغرب وشود الأطلس منتخب مصر المنظمة المستضف للبطولة بالإضافة إلى منتخبية غانة وتنزانية مصر في الصدارة يليها المنتخب المغربي أيضا برصيد ثلاث نقاط بالتشاوي مع المنتخب المصري يليها المنتخب التنزاني في المرتبة الثالثة والمنتخب الغاني في المرتبة الرابعة والأخيرة ونأتي على الجانب الآخر موريتانيا تتصدر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط يليها منتخب موزنبيق ويأتي منتخب موريتانيا ويأتي موريتانيا في المرتبة الأولى موزنبيق في المرتبة الثانية ثم يأتي منتخب ملاوه في المرتبة الثالثة والمفاجأة المدوية السنغال في المرتبة الرابعة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية يعتبر ألف مليون مبروك فخرة لنا وفخرة للعالم جميعا أسود الأطلس في المقدمة وفي الصدارة وأيضا أسود الأطلس استطعنا من الفوز من قبل في جولة أعدادية أقيمت بمركز محمد السادس برياضة بالمعمورة الإجباع الماضي قبل انطلاق بطولة كاس الأمم الأفريقية وأشهرت عن فوز أسود الأطلس على منتخب مورثاني بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث أهداف وبعد فوز مورثاني على السنغال إذن المنتخب المغربي يعتبر أقوى منتخب متواجد حاليا في بطولة كاس الأمم الأفريقية وأمام جولة الغد أمام منتخب غانة حينما يلتقي سود الأطلس مع غانة في الجولة الثانية من تصفيات البطولة في إطار مرحلة المجموعات في العاشلة صباحا بتوقيت المملكة المغربية كما يضرب المنتخب المصري موعدا أمام منتخب تنزانيا وهنا ومن داخل قناتي أقدر أقول لحضراتكم أن جولة الغد يعتبر الجولة الحاسمة لحسم التصدر ولحسم التأهل مباشرة إلى نهايات كاس الأمم الأفريقية بنشيهة الله تعالى والجولة الثالثة أمام المنتخب الفراعينة المغرب مصر في تمام الواحدة ظهرة اليوم بتوقيت المملكة المغربية 28 أكتوبر يوم السلساء ولكن جولة الغد الإسنان تعتبر الجولة الحاسمة وبنشيهة الله تعالى تكون من نصيب أسود الأطلس والفوج يكون حليف المنتخب المغربي فخر الرياضة والعرب وإفروتيا جميعا في ظل التطور والعروع لكرة القدم الشاطئية في ظل مزيد من النجاحات والانتشارات حيث استطاع أسود الأطلس من خلال المشاركة في بطولتين أو سلاش بطولات بالإضافة للبطولة الدولية اللي قيمت على الأراضي المغربية أولهم البطولة الأفريقية بدورة كشوفة بمدينة جربان بجنوب أفريقيا واستطاع أسود الأطلس من الفوج على منتخب موزنبيك في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 إذن المنتخب المغربي قادر على الفوج على منتخب موزنبيك والإطاحة بمنتخب السنغال بناشية الله تعالى خلال البطولة يعتبر أقوى نسخة من بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية كما استطاع المنتخب المغربي من الخصول على دورة كشوفة وراب وبعد رفع كاس كشوفة استطاع المنتخب المغربي من الخصول على بطولة السلفادور اللي قيمت في شهر رمضان الماضي عشرين أربعة وعشرين حيث استطاع أسود الأطلس من حسب البطولة بعد الفوج على منتخب السلفادور المنظمة المستضيف للبطولة وأيضاً بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين وأيضاً الفوج على المنتخب الأمريكي في الجولة الختمية بنتيجة أربعة ثلاثة إذن أسود الأطلس في جل التفضم الرائع جداً بعد الحصول على بطولتي كسوبة والسلفادور قادرون على تحدي الصعاب وعلى الرغم من إقامة بطولة دورة السلفادور على أراضي الرملية في أجواء مناخية وأيضاً في نهار رمضان المنتخب المغربي في تحدي والأرواع مع توابط عاملية الأشرار والعجيمة وبالأخص في هاجين نشخة المقامة على أراضي المصرية في جل تحدي والأرواع كما استطاع أسود الأطلس من حسب البطولة الدولية اللي يقيمت شهر أغسطس الماضي اللي يقيمت بمدينة الدار البيضاء على الأراضي المغربية واستطعنا منخلالها الفوج على منتخبه كل من بلجيكا في الجولة الافتتاحية تسع أهداف واستطعنا من الفوج على تنزانيا بنتيجة أربع أهداف مقابل لاشاء وفي الجولة الختمية فوج على منتخب فرنسا بنتيجة خمس أهداف مقابل أربعة إذن المنتخب المغربي يعتبر الأول عربيا وإفريقيا وعالميا المتواجد حاليا في ساحة الشواطع على الأراضي الرملية المنتخب المغربي أسود الأطلس في جل قيادة والأروة البرازيلي جيلبرتو داكوستا دي شوجا اللي بيراهن على جميع ناصر الكرة المغربية في جل تواجد كل من أنور العباسي بالإضافة إلى ظل تواجد بدر القرسلي وأيضا زهير كبيري في ظل تواجد كل عناصر الكرة المغربية بالإضافة إلى ياسر عباد أمين البدريوي أيضا قائد المنتخب وكابتان المنتخب المغربي إبراهيم عبقالي وكل عناصر المنتخب المغربي قادرون على تخطي الصعاب الزهراوي كل عناصر الكرة المغربية دون استسماء قادرون على تخطي الصعاب والفوج على منتخب غانا وحسن بطاقة التأهر رسميا إلى الضغط ما قبل النهاية من بطولة كاس الأمم الأفريقية وأيضا قادرون على المرور كأول وثاني البطولة للمرور إلى بطولة منديال كاس العالم لكرة القدم الشاطئية المقررة قامتها عشرين خمسة عشرين بالسجر العام المقادم بمشيط الله تعالى أطيب التمنيات القلبية هنا ومن داخل قناتي في ظل تقدم الأرواع على عناصر الكرة القدم الشاطئية المغربية إلى مزيد من التقدم والانتشارات ومشلنا فعلها سوء الأطلش في إطار تصدر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لبطولتين تصفيات كل من كاس الأمم الأفريقية وتصفيات كاس العالم عشرين خمسة عشرين وكاس الأمم الأفريقية بالأخص المغربية عشرين خمسة عشرين وفي ظل تقدم الأرواع بعد حصول أيضا منتخب المغرب الأولمبي لكرة القدم على برونجية أولمبيات باريش لأول مرة عربيا على الشحلة أفريقية إلى مجيد من التقدم والإنجاجات للمنتخب المغرب لكرة القدم الشاطئية إلى مجيد من التقلق والانتشارات وتركوا لتعليقاتكم داخل أجال حلقة عن توقعاتكم في مباراة من مغرب غانا الغدا ومن أي بلد تتابعوني وتشاهدوني إلى مجيد من التقدم والإنجاجات للمملكة المغربية إلى مجيد من التقلق والانتشارات للشعب المغرب الطيب الأصير وأشوفكم على خير فعلاء تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته